كواليس الساعة الأخيرة تدفع بالإسلاميس لمن شنين إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني الرجل قادم من التيار الإسلامي ومن أحزاب تمثل أقلية في البرلمان اقتناع نفلان ولارندي بترشح شنين يمثل رأيا سياسيا لا يتوقف عند المولاة فتقديمه لرئاسة السلطة التشريعية يعني الدفع بالوجه السابقة للانسحاب من رئاسة المؤسسة الدستورية كخيار وسطي لتفدي حلها إرضاء للشارع أما من زاوية أخرى فترشح شنين ومنحه أصوات نواب الأغلبية يعني أيضا وقوف حزبه البناء الوطني وأيضا التكتل الذي ينتمي إليها الاتحاد من أجل العضالة والنهضة والبناء في صف توازنات وتوافقات في الفترة الحالية أحد طرفيها أحزاب إسلامية ووطنية شاركت في ندوة الحوار الوطني السبت الماضي